أخذناك في جانب الاقتصادي وعنده برشة جديدة جمال العوديدي ساعة منورنا سيدي ويعطيك صحة لتربية الدعوة الله يسلمك شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعين جمال هات نبدأ شنية الوضعية الحالية خاصة على مستوى عجز الميزان التجاري وطريقة احتساب هذا العجز منتع الميزان التجاري الطريقة هذه من تقريب عشرة سنوات حداش نسنة في السنة أنه غير مطابقة للتوصيات العالمية التي صارت فيها 2008 2009 2010 والتي تطبقت من 2010 من كل البلدان في العالم وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي التي نحن نتعامل معهم وتون الصادقة على الاتفاقية هذه والتوصيات هذه جديدة ومع الأسف لم تطبق معناها التوصيات هذه اليوم شفنا بيان خرج على المعد وطني الإحصاء يلتزم يقول معناه التزمنا بش نطبقوا هالتعليمات الجديدة واللي احنا حكينا عليها تقريب من خمسة ستة سنوات الأساس فيها هو أنه احتساب يعني منتوج الشركات غير مقيمة مصدرة كليا توصيات هذه جات قالت راه اليوم لأنه كثرت يعني العمليات هذه بالعولمة والليت معاش تعطي فيه أرقام فيها شفافية باش نعرفوا ميزان الدفوعات في كل بلاد باش كون يسيل فلان ومعنى بلاد أخرى وتكون معناها الأمور بشفافية نعطي مثل بسيط 2019 العجز التجاري منتع البلاد اللي هو أصدره معناها المعهد الوطني الإحصاء هو 31 مليار دينار يعني وردنا ب31 مليار يعني خلينا باش نفاهموا معناها المستمعين 31 ألف مليار قد الميزانية متع الدولة وما صدرنا كان بعشرة فقط عشرة مليار دينار يعني العجز 21 31 31 مليار الدولة يعني الصلاط سمعني كيف نحسبها هذا وردنا ب31 وردنا ب41 وصدرنا بعشرة فالعجز واللي 31 المفروض والموازين في العالم يجب أن نكونوا مثلا وردنا ب41 وردنا ب41 وصدرنا ب41 وشيكونوا قريب من 100 في المئات تغطيان بتاع الواردات وتكون معناها البلاد معناها سليمة من ناحية يعني المديونية الخارجية أما وقت اللي نعملوا كما هذي يولي العجز التجاري تقريب في 2019 في 26.4 ولينا مختلين بدرجة لي موجودة في العالم أجمل باش اتخفف الوطن هذي يصير معناها نوع على مسؤوليت حياتي ما نقول تزوير معناها واضح انه مسؤوليتي قانونية وشخصية لا لا بتبيحها لو كل كلم يتقلل لمسؤوليتك ويرزبش ليداع الوطنية وحق الرد مكفور تزوير شنوه في الارقام اللي يعطينا المعد وطني الحسار هو انه ندمج في المواد اللي هي مستوردة من الشركات اللي هي غير مقيمة ومستوردة تدخل تصنع يصير فيها تصريح مثلا ماش فاتورات يصير فيها تصريح يقول هذي يجبتها بمئة بعد ما يصنع وكمالها يقول السلعة اللي بيش نخرجها رايب بمئة خمسين الدولة تنسية تحسب في المئة تقول راني وردت بمئة وصدرت بمئة خمسين وراني رايب حق خمسين ولكن هو في الحقيقة ما ترجعش حتى مليم من السلعة اللي هي خرجت وهذا هو الاصلاح اللي عاملوه ما يرجعش لتونس ما يرجعش لتونس بايه بايه ولذلك عملية بيضاء ما فيهش معناها لا دفوع خروج الفلوس ولا دخول معناها وكنا نكتبوها في الليكريتوري متاعنا وتتحطت في الليكريتوري متاعنا العجز متاع الفين وتسعتاش اللي هو موجود في النظام العام يقول رأى واحدة وثلاثين مليار جي دولة تقول عملت تسعتاش فاصل أربعة لأني دخلتها لحسابات منتاع الشركات الغير مقيمة مصدرة كليا واللي هو تم معناها إلغاها العملية هذية من الفين وثمانية والفين وتسعة والفين وعشر النهائي الفين وعشر معناها الدولة تماكيش في الأرقام مع الأسف هذا هو هذا اللي حبينا نقولوه وذلك عليش احنا ردينا على تصريحات المديرة العامة في وزارة التجارة على التلفزة الوطنية واللي قالت نهار الجمعة اللي فاتت قالت البارح شفتكم اكتبتوا حاجة من البارح عملنا احنا بيان في الأسبوعية الشارع المغاربة وقلنا هذا يرى مش صحيح وهذا بشي دين معناها اللي بصرح بهذا قدام الشعب وقدام المحاكم لأن القانون المعمول به في العالم أجمع أنه قالوا كل ما يصير مناولة داخل البلدان ما نحسبه كان شكون لليملك هذه البضاعة يعني تتحسب توريدا وتصديرا لصاحب الملكية من تلك البضاعة إذا كان جنسية فرنسوية فهي فرنسوية إذا كان ألمانية ألمانية أيوا إذا كان هي معناها جنسية فرنسوية دخولا وخروجا دخولا وخروجا إذا تتحسب للبلاد اللي فيها المناولة تونس مثلا الأجور وكل الخدمات اللي صارت داخل البلاد في تونس مثلا الكهرباء والضو والماء والنقل والمحروقات إلى غير ذلك هذه تسمى كلفة الإنتاج المحلية وتمشي للميزان متاع الخدمات ما تمشيش للميزان متاع البضاعة هل البنك المركزي عنده دور لهنة البنك المركزي مع الأسف عنده دور وإحنا معناها على ما مع الأسف أخذت المقاوش به لا هو مؤمن على ميزان الدفوعات هو اللي يقوم بميزان الدفوعات في صحاتهم ينطلق من ميزان التجاري متاع البضاعة ثم من ميزان التجاري متاع الخدمات ثم من ميزان التجاري متاع الرؤوس الأموال ثم يصفي الحساب ويعطي صورة للعالم أجمع شكون اللي مثلا نحن مدينين له ولا شكون نحن نسالوه ولا شكون هو يسالنا في آخر العالم إذا هو ينطلق من البداية من معطيات اللي هي مغلوطة لذلك ميزان الدفوعات مغلوط وهذا أمر معناها خطير وإحنا ما نرسلنا سيد معناها بعدة وسائل مش نقولوله معناها اكشف حقائق اللي موجودة هذية ولابد من إصلاحها والهدف متاعنا حقيقة يعني كماش نسالحها كبانك مركزي وقالجيني الأرقام هذية من المصالح متاع الدولة ومعادة الأحصال هو معادة معطرف به من طرف الدولة إذا كان مثلا واحد مؤمن على محاسبات لأنه المسألة هي محاسبات عمومية حتى القرار الخرج من الأمم المتحدة والمصادقة عليه تونس في 2008 هو قرار من الأمم المتحدة وصادقة عليه كل الدول ومعهم تونس إذا احنا اتفقنا أنه هذا المعيار اللي يجب نمشي به تقول أنت محاسب قاعد يعمل في محاسبة متاع مؤس كتجيه معطائية غالطة يقبلها أو يتعدى أو يتعدى وإلا مثلا جميل دين العودي دي الخبيل الاقتصادي تقول أنه البنك المركزي قبل المعطاية الغالطة وتعامل معها وتعامل معها ومتسطر عليها مع الأسف وهذا أنا قلناها بطريقة واضحة وصريحة وعنا خمسة سنوات نعالجه في المشكلة هذا لماذا سيحاته أولا الهدف هو معناها بصراحة هو شفافية معناها كاملة لأنه عطينا صورة مغلوطة على اتفاقيات شراكة خارجية وتجبد الموضوع مع تركيا وأنا أحب نجبد المثال وقت اللي عملنا واحد وثلاثين مليار عجل تجاري مع الاتحاد معناها الكامل اللي هو المجموع قدش عنا مع تركيا مع تركيا عنا ثنين ونص وشوية برابور السين ومع السين عنا خمسة فاصل ثمانية ومع ومع الاتحاد الأوروبي عنا أربع عطاش مليار فاصل واحد يعني تقريب خمسين في المئة من العجل التجاري مع الاتحاد الأوروبي ومع فرنسا عنا ألفين وسعتاش تقريب ثلاثة فاصل سبعة مليار وقبلها في ألفين وثمانتاش عنا أربع مليار وما استدرنا كان ثمانية وسبعين مليون دينار وشوفنا حتى تقريب يعني الجزئيات متاحها حشنية هي معناها بربي جمال العوديدي وأنتي حضرت كتفن في الأرقام عوني شوية فلت فما صرحوا قالوا فما ما مراجعة الاتفاقية مع تركيا هذه الآجز مع تركيا 22.5 عملي مراجعة مع الصين عملي مراجعة مع الاتحاد الأوروبي فوالاتحاد الأوروبي تقول على الاتفاقية لأ عن الاتفاقية ما تقول ما تقول عما يتوزن معها في عجز ب14 مليار ونتقول انت Rahwa احنا متوزنين مع الاتحاد الأوروبي و inequفايدة مع فرنسا وهذا ما صرحت به سيدة سعيدة حشيشة في المسؤولة المديرة العامة في وزارة التجارة ما لدينا فايض مع فرنسا نحن قالت ما لدينا فايض مع فرنسا نحن لدينا عجز مع فرنسا وخرجناه قتلك تقريبا في حدود ما بين 3 و 4 مليار في العام عجز ما لدينا فايض ما لدينا حساب لا حساب هذية هو اللي خرجوا المعهد الوطني للإحصاء موجود نمشي نقدم شوية ونتحدث عندك بعض الأرقام في خصوص شوما الأرقام اللي عندك نعرف بجمال كيف تحدث يتحدث دائما وبدن جمال عوديدي بالاورا هذا الجدول اللي احنا نشرناه في الأسبوعية متع الشارع على المغاربة متع لنهار ثلاثة نسبة العز مع المجموعة معناها 45 في المية يعني 45 في المية وكانت 50 في المية به لهنا شي سبنا نعمل وباش نصلح العجز هذية والوثيقة التي نشرت تحمل إمذاره محمد شوقي عبيد مهندس مختص في الاقتصاد جنات بن عبدالله مختص في الاقتصاد والتجارة الخارجية أحمد بن مصطفى ديبلوماسي وسفيد سابق جمال دين العوديدي مختص في الاقتصاد والتنمي شي سبنا نعمل جمال خاصة كيف نتحدث لنين ما بعد 25 جوليا المساري ذلي الكامل هو إسلاح اقتصاد هذا متاعنا ما كانش رأف عمر اللي بيشتحرك لك لبلاد وتحصل لك المالية العمومية وتحصل لك من العزم بتاع الميزان نتيجاني وتخليناش مرهونين وغير ذلك أول حاجة هي مصارحة ومكاشف بكل وضوح صحيح رأو المشكلة هي صعبة جدا معناها الاعتراف بها لأنه من نسبة تغطية اللي هي حقيقية ب 26% يقول معدل بتاحها 30% ونحن نصرح و70% ما معناها كنقول و30% مثلا وقت اللي عملنا 41 31 مليار دينار عجز عام 2019 فيه فيه معناها 31 مليار هذو كلهم يلجيوا بالمديونية بالعملة الأجنبية عليه هو خلاص معناها خلاص توريد والتوريد بشي خلاص بالعملة الأجنبية والخارج ومعرفين منين نوردو لذلك معناها التراكم المديونية وجزء منها هذين المتسطر عليه لأنهم يقولوا 19.4 مش 31 ماهوش معلن في المديونية متاع تونس ومناش عارفين كيفاش يخرص يحط وهذا دور البنك شو معناها كيفاش يخرص معناها تحت الطاولة هذا لا مش تحت الطاولة ولكن بطرق اللي هي مش معلن عليها طريقة ريفولفين بحث معناها ما بحثنا شوية شوية كيفاش تريكات يعتمدوا معاهم مثلا كل 3 شهر نصبولكم معناها أنتم تجدون القصة هذا يام جديد بسنجد نخلص به مرة أخرى ولكن الموضوع هذا مطروح على البنك المركزي اللي هو يمارس فيه معناها لكن البنك المركزي عنده استقلاليته تامة مستقلة أو لا البنك المركز لا هو كلمة مستقلة نعطيك أنا عندي القانون الأساسي متاع 58 ومتاع 2016 في الفصل الثاني يقول مستقل من الأول ومن الأخر لكن ما الذي زاد فيه بالأصل هو في الفصل 25 في الجديد المطر الرابع يقول رأيه البنك المركزي لا يوجد الحق لكي يسلف الدولة التونسية وأن الدولة الخزينة العامة تمشي تتسلف من البنوك الخاصة هذا هو الفرق ولذلك ارتهن الخزينة العامة للبنوك الخاصة والعمومية والبنوك بصفة عامة وأصبحت خزينة الدولة تدفع فيه مليار وخمسمائة مليون دينار سنويا تقرين فوائض لهذه البنوك هذا هو اللي تبدل ومنع بصراحة هذا اللي موجود معناها يعني هذا واقع وإحنا اتحدثنا فيه معناها بكثرة وقعدين ناظر هل في حاشة بشن صلح وما يجب إصلاح لنا في قانون البنك المركزي لابد من قانون لسحب لأنه ما انتزع بالقانون لازم يرجع كم بالقانون اليوم احنا طالبين طالبنا عديد المرات معنا طالبنا المجلس بشي انتخذ القرار ووقت لي صارت الأزمة ما بين سعلي الكعلي وسيد محافظة بنك المركزي وقال ورانا عجزنا معاشا نجمون نمشيوا للخارج ومعاشا نجمون نسلفوا من البنوك لهنا وعجزنا احنا وقت نقبل وراء البنك المركزي يسلف الدولة مش معناها بطريقة معناها اعتباطية طريقة مضبوطة البنك المركزي تونسي معناها مؤسسة محترمة وانا نحي معناها كل من نخدم فيه في السابق وفي الحاضر وكل من ما نشرف عليه في السابق وفي الحاضر طريقة مضبوطة نعطيك مثال انه مثلا كان قبل القانون من 2016 في بداية كل سنة يعمل تسبقة للخزينة العامة متاع الدولة بيش تسبح تنفذ في البرنامج متاحها متاع القانون المانية جديد والتسبقة هذه مضبوطة يعطيهم تقريبا عشرة في المياه من المدخيل متاع الجبائية متاع السنة اللي سابق اللي هي معناها ثبتة اللي سنة السابق جيبوا مثلا دخلوا عشرين مليار معناها دينار نعرف هكذا لحدود مارس بيش تحل الميزاني بالضبط اليوم ولا محروم اليوم من بداية جامفي بداية فاوضة 14 مبانكة حتى تلمهم وحتى تتفاوض وحط معناها وإذا كان خداب العمل الأجنبية معناها المخاطر متاع الصرف تتحملهم الدولة إلى غير ذلك والذي معناها ماسك مشكلة شيئة وهذا هو اللي يتغير في القانون وهذا لابد من صحبه لأنه معناها عملية ها يقولك البنوك المركزية في العالم الكل تعمل لا مش صحيح سيحات هكذا أنا أقولك مش صحيح مش صحيح لأنه البنك المركزي الأوروبي طوى إسبانيا وإيطاليا الفيدرال ريزير في الولايات المتحدة الأمريكية طوى شهر التالي ولا ثلاثة أسابيع يعني المسؤولة متاعها طلبت من البرنامين بشي طلع لها في السقف متاع القروض قالت حتى معناها أتعاهد بمعناها دفع وسداد كل الديون متاع الولايات المتحدة الأمريكية في أجال لأنه الوضع معنا وضع عالمي ووضع جائحة ووضع معنا تغيرت عدة حاجات لكن أحنا معناها واللي اليوم من جملة من موجود معناها في الوضع الجديد والتزام اللي بعثته للسندوق النقد الدولي معناها مواقعين من وزين المالية الله يرحمه سليم شاك في 2016 محافظة البنك المركزي المرحوم الشيط العياري يقولوا معناها أنه معاش نتدخلوا بشي ندافو على الدينار ونحن نعتمد أنه يزم تعويم الدينار يطلع ولا يهبط حتى معناها في حدود صغيرة ربما يدخلوا شوية ولكن ما يدخلوش وهذا عليش من 2016 حتى 2020 الدينار تحت تقريبا 43% وأضر كل الشركات العمومية لأنه رغم عليها مزيدة كيف كيف بشيتسلفوا بالعملة الأجنبية تعرف سيحاتم معلومة في 2016 شركة تونسية الكهرباء والغاز عندها كان 1% من ديون متاحها بالدينار التونسي 9% من الخارج 73% بالأروب من عند البرد البنك الأوروبية و13% بالدولار والقيمة بينيين يعني ياباني وتقريب دينار والدينار من 2016 التوافق 43% 43% فما بالك قديش القروض دي كانت الدولة عاملة خسائر 23 مليار في 2015 في 2018 عاملة 2023 مليار إذا كان نختم معك المسار الإسلاحي يشنب في الاقتصاد الوطني وبسرعة شديدة شزمنا نعم الشفافية معناها كاملة طرح كل هالمشاكل هذية أنا نقول لهم المنبر لذاعة وطنية اليوم إذا كان نحن غلطين ما عليكم كانت صرحوا وتجاوبونا وتبينونا كيفاش غلطين وإذا كان نحن معناها نقولوا في الحقائق اللي هي صحيحة لابد من مصرحة الشعب التونسي في الموضوع هذا لأنه محوري لأنه هو يمثل معناها أساسا من نوال التنمو اللي ينتبعوا فيه ما هوش ممكن نستخفيف منها بالذكاء بتاعت وانسا بش نقولوا لهم رأو عنا مع الولاد يعني الالتحاد الأوروبي احنا معنا معه توازن في التجارة والوضع متع البلاد هو كارثي بالطريقة هذية كان جاء عنا فائض مع فرنسا اليوم ورأنا منش في الوضع هذا شكرا لك جمال دين العويديدي الخبير الاقتصادي والتنموي على كل هذه المعطيات وإن شاء الله يومك سعيد أنا أقول لكم تلقى وغدوا بإذن الله ما ستا الى التسعة متاع الصباح إلى ذلك الحين يعيشكم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على روحكم رأيكم أنتوما رسمين البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم رأيكم ملكة ما كومش يكون رأي أحب من أحب وكره من كره شاء الله يومكم سعيد تسمعوا برام جهيدة على الوطني